السلام عليكم معكم علاو من كازاسوغ واليوم عندنا لكم الشرح الشرون تدفع بالعملات الرقمية سواء كان البيتكوين ايثيريوم والسول طبعا في مجموعة عملات مرفينها من خلال موقع الحمدلله يعني اليوم ضفنا الشيء في الموقع راح اشرح لكم الطريقة طبعا هاي طبعا موقع ديمو بس قاعد رويكم مثال راح نضيف منتج الى السلة اشترى الان تروح مثلا على نهاء الطلب او معاينة السلة فعقب ما تدخل راح يطلع لكم مجموعات طريق الدف بيكون عندك دف اسمناه و بيكون عندما اكتبك كريبتو بيمنت تختاره طبعا في حد اقصى للدف انا مثلا اذا بتطلب مثلا خانقل دينارين او عشرين ريال يمكن ما يقبل على حسب نوع العملات فمثلا خانجرب عشان رويكم المثال خانخلي مثلا منتج واحد قرأت وغفقتها الشروط تأكيد الطلب طبعا بتطلع لك الصفحة يبين فيها سعب المنتج الدينار لازم تصبر شوي على ما يطلعن لك طبعا تختار العملة اللي تبيها في غايد عملات نفس المنتج او فون في عملات اكتب نوفرهم بس المشكلة في تكاليف وراها منها في هكي التحويل فقعد نختار نجرب بالبداية بالموجود حاليا ثاني بختار سول بيقول لي بتدفع 0.0135 يعني بقيمة دينار بحريني تقدر تحط ايميلك هني عشان يوصل لك بسيط تضغط على بيقول لك بيحتمل يقول ما يصير لا صار اكي اعتقد مع البيتكوين ما يصير خلو نجرب نحط البيتكوين اذا نخلي البيتكوين مفروض ما يصير لانا لازم يكون مبلغ ازيد هنختار البيتكوين نجرب على دينار يقول لك يعني مثلا مبلغ بسيط بالنسبة للبيتكوين حقي يتحول طبعا اكثر منتجاتنا بفوق الاربع دينار مفروض يصير بس اذا ما صار اما تزيد منتج او اما تستخدم وسيلة الدفع ثانية فمثلا بنختار السول نفس موقفته ويصير تضغط بروسيد بيطلع لك احين رابط محفظة والمبلغ اللي لازم تدفعه وعندك وقت فانت هنا تنسخ الرابط تدخل على محفظتك مثلا هاي المحفظة عندنا مالك كزا سو سواء اي عمله ثاني لازم تحول مبلغ لهاي المحفظة تروح على المحفظة send تحط المحفظة هاي وبعدين تحط المبلغ المذكور هني 0.01354777 تضغط next تضغط send طبعا احين راح يتحول مبلغ كني اخذ له نص دقيقة 10 ثواني كني طول 5 دقيقة بس اتأكد انك دايما تستخدم العملة الصحيحة للتحويل لانا مثلا اذا حولت بتكون على سول ما نقدم نسوي لك اي شي لازم تتأكد 100% انك تحول العملة الصحيحة للمحفظة الصحيحة لانا كلها بيكون يبين عندنا مثلا في البلوكتين نقدم نشوف والله هاي حول او ما حول او اي شي فلازم تتأكد انك تسوي تحويل صحيح لانا اي تحويل غلط ما بح نقدر نساعدك في هاي الموضوع وبح تخسر فلوسك بس تأكد نفس ما اقلت انه بتحول سول تحول من عملة سول تحول بتكوين تحول من البتكوين بهاي الطبيقية لازم تأكد انك تحول صح مع المبلغ الصحيح لانا اذا كان مبلغ يقل يمكن نرفض الطلب راح يوصلنا المبلغ بعد ان نقدر نرجعلك او نتفهم معك على الموضوع بس دائما بيكون في حل يعني الموضوع وموجود وقت لانا تعفونا صعب العملات الرقمية تتغير فلازم تحول في اسرع وقت قابل لهاي مثلا يرتفع او ينزل السعب او بهالطريقة فهنا بس بدنا انتظر شوي اول ما يخلص بيوصلك احني بينقلك لصفحات الموقع بيوصلك ايميل انا تم تأكيد الطلب في حالة ان ما وصلتك هالاشية تواصل معنا وراح نشوف لك حل ان شاء الله طبعا نفس ما نشوف ان انتهى الطلب وصلنا الطلب احنا طبعا لو تدخل على الطلب مالك طلباتي بتقدر تشوف الطلب هذي هو نفس ما نشوف يا جماعة الطلب هني طريقة الدفع دفع قيد المراجعة وبس راح ينشحن لك الطلب وينتهي عملية الدفع وهي الطريقة بساطة يعني ان شون اني صار لهوة الدفع بالبيتكوين او العملات الثانية بعض العملات يمكن تطول ما عارف صراحة بس يعني حاول تستخدم العملات اذا انت عندك يعلم بالموضوع استخدم العملات اللي تتحول الاسرع مثل السول طبعا هاي هو الفيديو كله يا جماعة اذا اعجبكم بلات تسعى اللايك والاشتراك اذا من انت حمسين تقدم انتزول الموقع عشان تفهم معلومات اكثر حسنا